بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نعزي مولانا الإمام صاحب العصري والزمان المهدي المنتظر أرواحنا لترى بمقدمه الفداء والمراجع العظام والأمة الإسلامية بذكرى حلول محرم للحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه وأهل بيته وذكرى انتصار الدم على السيف لو نرجع للتاريخ أن كربلاء الحسين سلام الله عليه على ثلاثة أقسام القسم الأول الذي قام به مسلم بن عقيل سفير الإمام الحسين سلام الله عليه القسم الثاني هو اليوم العاشر الأمر الذي قام به الإمام الحسين سلام الله عليه وأهل بيته وأصحابه وجرى ما جرى عليهم في ذلك اليوم والقسم الثالث وهو الأهم وهو القسم الإعلامي يعني بمعنى أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه وعمته الحوراء زينب سلام الله عليها قاموا بهذا الإعلام وهو أهم ما موجود يعني لو لا الإمام زين العابدين سلام الله عليه وعمته الحوراء زينب سلام الله عليها لدثرة ثورة الإمام الحسين عليه السلام وهذا أهم قسم طبعا نعود إلى نبدأ من القسم الأول وهو سفير الإمام الحسين مسلم بن عقيل سؤال هل أن الإمام الحسين عليه السلام لما بعث مسلم لما طلب منه يعني أهل الكوفة طلبوا من الإمام الحسين عليه السلام أن يقدم إليهم فبعث إليهم بعدما كتب إليهم إلى أهل الكوفة بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي والمفضل عندي مسلم بن عقيل وبعث معه إليهم ومات في الطريق فبعث الثالث المهم الإمام الحسين عليه السلام هل بعث مسلم سلام الله عليه لإحتلال الكوفة الجواب لا لأن الإمام الحسين بعث مسلم سلام الله عليه سفيره لاستكشاف المنطقة استطلاع المنطقة فقط فوصل مسلم إلى الكوفة ليستطلع حتى يخبر الإمام الحسين سلام الله عليه بذلك طبعا بايعوا في رواية 100 ألف سيف في رواية 12 ألف سيف مثل 12 ألف سيف بايعوا مسلم سلام الله عليه فعندما بايعوه طبعا المبايعة تمت من قبل أهل الكوفة لكن بالنتيجة خذلوه خذلوه مسلم مسلم قبل هذا الأمور كان في بيت هاني بن عروة دخل في بيت هاني بن عروة المذحج ومرض شريك بن عبد الله الحارثي زيان اللي هو طبعا كان معه معه مسلم بن عقيل فعندما ذهب إليه مسلم بن عقيل وبنفس الوقت جاء عبيد الله بن زياد وان جاء جاء إلى زيارة شريك الحارثي في بيت هاني بن عروة فقالوا لمسلم قالوا لمسلم اقتل عبيد الله بن زياد باعتبار كان يعني مسلم في داري هاني بن عروة في حجرة وعبيد الله بن زياد في حجرة أخرى فقالوا لمسلم شوف هذا الأمر مهم قالوا لمسلم اقتل عبيد الله بن زياد وقال له هاني بن عروى المذحجي لو قتلته لو قتلت عبيد الله بن زياد لقتلته فاجرا كافرا غادرا فاسقا ولكن اكره هذا كلام هاني بن عروى المذحجي ولكن اكره ان يقتل في داري ماذا قال مسلم قال الايمان قيد الفتك والمؤمن لا يفتك ابدا حيث سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشاهد الكلام مسلم يستطيع قتل عبيد الله بن زياد في بيت هاني بن عروى المذحجي ولكن اولا كره هاني هذا الامر الاول والامر الاهم هو ان مسلم يقول الايمان قيد الفتك وهذا حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان المؤمن لا يقدر زين فهذا الامر اللي صار بيع مسلم ابن عقيل رضوان الله تعالى عليه وصلوا خلفه ولكن بعد ذلك يلتفت لم يجد احدا فمسلم سلام الله عليه ورضوان الله تعالى عليه طبعا ما اجل الاحتلال الكوفة ابدا اجل استطلاع احس النظام الاموي ان الكوفة تكون بيد آل محمد زين فبعثه منه بعثه يعني والي الكوفة انذاك زين الى النظام الاموي بعثه الى النعمان النعمان ابن بشير بعثه الى يزيد ابن معاوية ابن ابي سفيان ان الكوفة تكون لآل محمد فوصل الكتاب فيزيد بعث كتاب الى عبيد الله ابن زياد وكان واليا على الكوفة قال باسم وليتك المصرين وليتك المصرين فافعل ما شئتي عن الكوفة والبصرة فعبيد الله ابن زياد جعل اخاه على الكوفة قال لأي واحد يعارضك اقتله وجاء على بغله من الكوفة عفوا من البصرة الى الكوفة وبث دعايا في الكوفة يقدم اليكم الحسين ابن علي ابن ابي طالب الدعايا ماشية في ذلك الوقت وحتى بوقتنا هذا الدعايا للأسف وهذا شيء مشكل فبث الدعايا على انه الحسين سيقدم اليكم جاء عبيد الله ابن زياد من البصرة ولا اخاه على البصرة وجاء من البصرة الى الكوفة بزي الحسين وجاء على بغل وجاء بزي الحسين سلام الله عليه يعني والناس عندهم خبر أن الحسين يقدم وجاء عبيد الله بزي الحسين عليه السلام فأيجي يسلم عن ناس الناس سلم عليه يعني عندهم خبر أن الحسين يقدم فيقولوا له السلام عليك يا ابن رسول الله هو ما يرد السلام يأشرن بالعصى هالشكل قالوا هذا من الحسين لو كان الحسين لرد السلام لأن القرآن الكريم يقول وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها هذا مل حسين عليه السلام صعد عبيد الله ابن زياد لل النعمان بن بشير النعمان بن بشير هم ما يدر بالخبر زين قال لا افتح لا فتح الله لك قال يا ابن رسول الله أنا والله مأمون على الكوفة ما يدر حسب الله الحسين قال لا افتح فدفر الباب عليه ودخل وذهب النعمان الى مكان وسيطر عبيد الله ابن زياد على الكوفة وجمع الشيوخ العشائر أعطاهم كل واحد مبلغ ذخم وأزاد براتب الجنود والنتيجة مسلم يعني هذا الانسان اللي اجي يستطلع زين كان ضحية الكوفة وكان شهيد الكوفة وهو المرحلة الأولى من كربلاء يعني كربلاء بدأت بمسلم ابن عقيل رضوان الله تعالى عليه وكان شهيداً ورمي من أعلى القصر قصر الكوفة إلى الأرض وجرة في الحبال زين مسلم قبل استشهاده يبكي يقولوا لمن من البكاء اللي يطلب مثلك ما يبكي قالوا والله قال لهم والله ما بكيت على نفسي ولكن بكيت على حسين وآل حسين اسأل الله أن يوفقنا ويرزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم اللقاء إنه سميع الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة